كان فيه تدورات مهمة جداً هذا المساء مش فقط 250 ألف أو ما يزيد من مظاهرات اللي رهي تملأ المدن الكريم الإسرائيلي خاصة تل أبيب ومش فقط زيادة في عدد الجنود والذباط الذين يرفضون الالتحاق بمناصبهم مش فقط خروج أهم شيء كان خروج وزير الدفاع يواف غالنت خرج اليوم فدار تفجير هائل خرج اليوم وهو وزير الدفاع في حكومة نتنياهو واش خرج يقول في بيان تلفزيوني مقتضب إن الظرف يستدعي وقف عملية سن تشريعات لما تشكله من خطورة على أمن الدولة إسرائيل وأضاف أرى كيف يتآكل مصدر قوتنا كواكى وزير دفاع لدولة إسرائيل أرى الشرخ يتعمق ولن أدعم هذا النهج وأكد أن الشرخ المتعمق في المجتمع الإسرائيلي امتد إلى الجيش والمنظومة الأمنية وهذا خطر يتهدد الدولة داعيا في الوقت نفسه إلى وقف المظاهرات التي تشتاح إسرائيل وإتاح المجال للتوافق على خطة تشريعات وتعديلات وقال أنه إذا مضت هذه التعديلات قدما يعني التعديلات لرهيدر فيها نتنياهو وحلفاء من الصهيونية اليهودية المتطرفة قال إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلحم الوطني بمجرد من أدلة بهذه التصريحات خرج المتطرف بنغفير هذا يميني هذا ليكودي يميني متشدد إلى آخر وزير الدفاع هذا فخرج له واحد متشدد أكثر منه متنطع واش قال له بنغفير قال إن غالانت استسلم للابتزاز والتهديدات بنغفير هذا وزير الأمن القومي تحت ضغط الإعلام ومطالبات المحتجين وتهديداتهم وهم الذين يستخدمون الجيش كأداة للمساومة حسب قوله واش قال إن غالانت تم انتخابه بأصوات الناخبين اليمينيين وهو في الحقيقة يروج لأجندة اليساريين تهمو يعني وزير زميل التهمو بأنه يخونهم أنك يميني ولكنك الآن ولت مع اليساريين في مطالبهم فهذا وزير يتهم وزير آخر داخل حكومة نتنياهو المتطرف خرج وزير آخر وزير الزراعة وهذا الوزير ما هو وزير بسيط كان رئيس الجهاز الأمن العام الأسبق شباك واش قال اسمه آفي دختر أعلن من جانبه أنه يطالب نتنياهو وقادة الليكود بوقف فوري لهذه التشريعات زيد خرج آخر مسؤول كبير آخر كان وزير سابع وزير الدفاع السابق بني غانس قال أدعو حكومة نتنياهو لاتخاذ قرار جريء ووقف التعديلات التي تعتبرها أكثرية إسرائيليا قلابا سيحول إسرائيلي إلى نظام ديكتاتوري ووعد بأن حزبه سيدعم نتنياهو إذا اتخذ هذا القرار وكان موقع إسرائيلي قد قال من قبل أن نحو ألف طيار سابق في سلاح الجو أعلنوا دعمهم لطياري الاختياط الرافضين للخدمة كارثة كبرى تتراكم عندهم طبعا خرج المسؤولين خرج رئيس ما يسمى برئيس الإسرائيلي يقول بأن كياننا على أبواب أن يتهدم تاريخنا على أبواب أن يردم وبأشياء بهذا المعنى وخرج مسؤولين أخرين يقول أخو إسرائيل لم تشهد لحظة فارقة خطيرة مثل هذه اللحظة منذ نشأتها قبل ثمانين عام وكلام مليء بالمرارة يصرح به سادة وقادة الكيان الغاصب وهم في انقسام يتعمق ويتزايد وهذا الانقسام الأخير هو انقسام داخل حكومة نيتنياهو حتى قبل خرج جلانت وقبل خرج وزير الزراعة وكان مزال ها أولئي هم الخصوم المعارضين الإعلام المستقلي الآن رنت داخل وزارة نيتنياهو نيتنياهو اللي بالمناسبة جاء إلى بريطانيا أمس أو أول أمس هنا وكانت مظاهرات شديدة جده من طرف الإسرائيليين كانت هناك مظاهرات فلسطينيين ضده أيضا ومعهم المدافعين عن حق الشعب الفلسطيني من البريطانيين والتقى رئيس الوزراء أهل البريطاني اللي في الأخير امتنع أن يوقع معه بيان مشترك وهذا يعني أن هناك خلاف كبير جدا لماذا امتنع الوزير البريطاني أن يوقع معه بيان مشترك للمفروض دائما يكون يتوج زيارة المسؤولين لما يزوروا بعضاهم لأنه واضح أن هناك ضغوطات داخل الحكومة البريطانية ربما من وزراء بريطانيين أنهم لا يريدوا أن تظهر أن بريطانيا وكأنها تدعم نيتنياهو بل بالعكس يرون أن مصالح بريطانيا في عدم دعم نيتنياهو وفي سقوط هذه الحكومة التي يرأسها نيتنياهو ومشكلة من عدد من كبار المتنطعين والمتطرفين اللي خرج سموت ريتش قبل أيام يقول مكة الشعف فلسطين وأضاف الأزادة دال أردن قاع كخريطة تعوقها لكذيفة هذه إسرائيل فلتنياهو في وضع سيء ليس فقط المظاهرات الاستقبال السيء هنا في بريطانيا لا يوجد بيان مشترك هذا كله يضعف زيد الأمريكيين منزعجين جدا ويطالبون نيتنياهو بأن يجب أن يجد حل وفي هذه قضية تعديل نظام القضائي أنا كلت أكثر من مرة نيتنياهو واللي معاه يريدون تعديل النظام القضائي بحيث يصبح الكنيست أي السياسيين هم الذين يتحكمون في النظام القضائي بأشكال مختلفة خاصة في تعيين القضاة وهذا بالنسبة للإسرائيليين يعني أن الحكومة جهاز تنفيذي يتغول يسيطر على الجهاز القضائي هما بالنسبة لهم فصل القضاء واستقلالية القضاء أمر خطير ومهم جدا ويعتبره بالله هذا هو الضامن لبقاء دولة القانون والدولة الديمقراطية التي يتمتعون بها كيهود هم كيهود نعم بينتهم ديمقراطية لكن الفلسطينيين يضيقونهم شر العذاب وأكاد مرات ما يعتبرون مش حتى بشر إذن أوضاع سيئة جدا وهذه الأمور منذ 12 أسبوع والأوضاع تزداد سوء قضية خاصة الطيارين قضية الطيارين لأن القوة الضاربة للكيان الإسرائيلي هو في الطياران الكيان الإسرائيلي كما تعرفونه المساحة التي استعمرها من الفلسطين هي تبقى مساحة صغيرة مقارنة مع مساحات كبرى مثلا مثل الأردن أو العراق أو السعودية أو مصر أو سوريا كل هذه البلدان أكبر بكثير من المساحة التي يحتلها الكيان الإسرائيل فهو دائما بنقوت على الجو لأنه في الجو يسعد للسماء ويقصف ويدمر كما يشاء الطيارين لما يقولوا إحنا مش رحينا نقاتلوا هذه ضربة شديدة لهم ولذلك أنا أتوقع أن يقدم برغم أن هذه مش سهلة لكن ممكن جدا يقدم نتنياهو على عمل عسكري ضد إيران بحيث وحد الإسرائيليين في مواجهة الخطر الإيراني لأن إيران قالت إذا ضربتنا إسرائيل وقصفتنا إسرائيل فنحن سنسحقها من الأرض هل سيذهب إلى هذا الاتجاه أم أن القوى الغربية والذي دخل في معركة كبرى مع بوتين لا تسمح له بذلك لأن حرب ما بين الكيان الإسرائيلي وما بين طهران يعني فوضى عالمية كبرى خاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وما جاورهما وأجزاء من أوروبا وأجزاء من تركيا وغيرها وأجزاء من آسيا وقد يؤدي هذا إلى هو اللي يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة لأن إيران كما يقول الأمريكيان الأمريكيين الآن قال لك أن إيران عندها اليوم هي أكبر عدد من السواريخ الاستراتيجية وطويلة المدى عند إيران ما هي لا عند إسرائيل ولا عند تركيا ولا عند أي بلد وحدة آخرين هناك فطبعا هم براغماتيين وليس حابين والأمريكيين متواجدين بعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين وموجود طائرات والقواعد وإذا إيران بدأت في الضرب إسرائيل أمريكا بالتأكيد ستكون ساعد إسرائيل إذا إيران تقوم بضرب كل ما هو متواجد أمريكيا على الدول الخليجية مما يعني كارثة عالمية وربماوت الملايين بما فيهم مئات الآلاف من الإسرائيليين والأمريكيين الأوضاع تزداد تعقودا لكن باختصار كنت قبل قليل قلت إيران تشعر إيران تشعر الآن بنوع من الزهو لأن الأمور انقلبت قبل خمسة أشهر فقط كانت الاحتجاجات الكبرى في إيران وكان شعب الإيراني يريد الإطاحة بالنظام نظام العمائم اللي راه بالفعل يقهر الشعب الإيراني وفي عدة مجالات وهو نظام متحالف يعني العمائم الدينية مع الطغمة العسكرية قبل ثلاثة أشهر فقط الآن قلبة العكس أصبحت هذه المظاهرات والاحتجاجات في عند من عند العدو الأول لإيران اللي هو الكهل الإسرائيلي أو على الأقل هكذا يعتقد أمر ثاني قبل شهرين كانت الخصومة ما بين السعودية وإيران إلى أوجها الآن السعودية رأي تذهب هرولة وجريا عند الإيرانيين إلى درجة رأي يكون فيه هذا الملك هذا عنده زهايمر هذا في الحقيقة الملك سلمان ادعى رئيس الإيراني باش يجي يزور السعودية ولقاء ما بين وزير الخارجية الإيراني والسعودية قريبا جدا وقال لك استثمارات في إيران واو يعني انقلاب كبير في السياسة السعودية اللي كانت تعتبر يجب الإطاحة بنظام طهران العمر الثالث إيران أصبح لها أصبح لها دور كبير في الحرب الأوكرانية الروسية وهي التي قدمت مساعدات هائلة خاصة طائرات بدون طيار وبعض السواريخ والمواد التي تحتاجها روسيا فأصبحت لاعب في حرب عن شبه عالميا على مسرح أوروبي عالمي فهذا أيضا زاد من قيمتها إذا شئنا زيد السعوديين وهم يشوفوا إيران تتفوق أو على الأقل هكذا تبدو قال لك يا الله نجيبوا بشار بشار اللي هدمه وياهم سوريا الآن ولا مليح وهم بدوا يدخلوا فيه والمرة الجاية تلقوه فيه ما يسمى بلقاء القمة العربية تلقو فيها بشار المرة اللي كان تبون كان باش يجيبوا السعودين القطارين قالوا نو درك السعودين خلاص رهم باش يمروه باش يجمركوه باقي غير القطارين حتى القطارين ممكن يلقوا مع حل إذن هذا انتصار كبير لإيران لأن بشار ما هو إلا ميليشيا عند الإيرانيين مع ذلك حدث شيء أمس تبعته بلاك قامت جهات قالوا تابع لإيران بضرب قواعد أمريكية قتلوا لهم واحد أمريكي وجرحوا لهم خمسة جرد الأمريكي ما طولش قاموا بنسف عدة قواعد إيرانية وفيها ميليشيات قتلوا منهم 19 وحد على الأقل ونسف عدة مناطق وخرج بايدن قال إحنا ما نشت حوص الحرب مع إيران ولكن أي رصاص تجيع لنا رح نرد عليكم وبأقوى مما تتصورون إيران زعفت وقالت أنها سترد على الأمريكان وإلى آخره لا أعتقد أنها سترد ولا إذا ردت رح تدير حاجة بسيطة لأنها الآن مش حبة تولي عندها خصومة مع أمريكا وفي الوقت اللي إسرائيل عندها علاقات سيئة مع الولايات المتحدة وأيضا في الوقت اللي أمريكا رح يمركز على الروس والأوكرانيا لا تريد أن تعود تركز عليها خاصة إذا بدأت إسرائيل بحرب ضد إيران يبدو أن بالنسبة للإيرانيين متأكد أنهم هذه الأيام رح مسعداء جدا بانقلاب الوضع في خلال شهرين فقط انقلاب الوضع من أنه كان 99% ضدهم إلى أنه أصبح الآن 80% معهم الوضع الدولي والإقليمي خاصة بعد تدخل الصين والوساطة الإيرانية السعودية اللي بالمناسبة الدول الأخرى كلها تبعت هما لم يكنوا بعد على إيران لكن تبعوا الإمارات إلى آخر كلهم كلهم تبعوا حتى قطر اللي كانت هي أقرب إلى إيران دركز بمتو اللي تبدو هي أبعد لأن الأخرين رحوا يجروا عن إيران فهموا يبدو أنهم فهموا أنهم في النهاية إيران الآن أصبحت قوة ضاربة وأنهم لازم يتقربون إلى الفرس وكاننا نعود 14 قرن حينما كان العرب جزء من العرب يتقربون من الفرس وجزء منهم يتقربون من الرومان والعرب عباء عمارة عن عملاء الإسلام فقط حينما جاء أسقط هذه الجيو بوليتي كلها واستطاع أن يواجه الرومان والفرس وفي نفس الوقت طبعا هذا كان قديما ولا نعتقد أو لا ندري إذا كان يمكن أن يهود ترجمة نانسي قنقر